مباشرة بأم المشاكل الوضع الأمني في ليبيا كيف تراه وكيف تقيمه الوضع الأمني في ليبيا تطور تطور إيجابي خلال هذا الأسبوع يرتكز السبب في تدهور تركز السبب في تدهور الوضع الأمني في وجود السلاح في أيدي العامة وفي أيدي الكتائب المتمركزة في عدة أماكن في طرابلس وبنغازي والمدن الأخرى ووجود هذه الأسلحة عند أشخاص لا يعرفون الضوابط والقوانين والتراتيب التي تحكم استعمال السلاح بحكم أنهم ليسوا عسكريون محترفون وليسوا أمنيون محترفون وهذا الأمر أوجد هذه الوضعية عطل الدولة بالكامل عطل الحكومة عن العمل عطل التجارة عطل الاقتصاد عطل الخدمات عطل النفط أصبح أداة مسلطة على أعناق الناس في هذه البلاد وأعاق الدولة إعاقة تنمى ولكن بعد انتفاضة الشعب يوم الجمعة الماضي أو قبل الماضي واستشهاد ما يسيد على خمسين شهيد وشهيدة في سبيل تحقق الأمن ونزع السلاح من الكتائب أصبح الأمر أمرا واقعا من لا يريد أن يتخلى عن سلاحه سيواجه الشعب بالشوارع إذا أراد إطلاق النار فليطلق النار ولكن سيكون تم إطلاق ناره عشرات الضحايا من الشعب شهداء في سبيل قيام الدولة دولة القانون دولة الأمن دولة الاستقرار دولة التنمية دولة الرئيس دعني أشير هنا إلى أن تتحدث عن ترابلس وكأنها كل ليبيا في النهاية ترابلس ليست كل ليبيا لدينا جماعات مسلحة في أكثر من مدينة نعم ولكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة وهذه الخطوة بدأت في عاصمة البلاد وأكبر مدنها والتي تحوي أكبر عدد من السكان يعني أكثر من لكن ليس أكبر عدد من جماعة المسلحة أيضا عدد يعني أكبر عدد من جماعة المسلحة القوية يعني الكثائب الموجودة في ترابلس كثائب قوية يعني في ترابلس وبنغازي بالذات وسبها هذه الكثائب كثائب قوية تسليحها كبير وقواتها كبيرة ووراها مدن ووراها قبائل فهذه إذا نجحنا في هذه الخطوة هذه الخطوة ستنتقل إلى مدن أخرى كان هناك مخاوف يعني ارتفاع وتيرة الخطاب الجهوي في الدعوة لخروج السلاح من ترابلس هناك مخاوف من أن تتحول ليبيا إلى مراكز أبناء ترابلس يجهون أبناء مصراطة بخطاب عدائي وربما العكس وفي الزنتان وفي مدن أخرى ألا تخشون من زيارة نبرة الأصوات الجهوية؟ نحن خرجنا من ثورة هذه الثورة كانت على قدر شديد من العنف وتداعياتها كانت في مختلف الاتجاهات عرضا وطولا أفقيا وعموديا نالت كافة نواحي البلاد وكافة مقدرات الحياة وبالتالي ينبغي أن نراهي ما ترتب على هذه الثورة من دداعيات ودمار عندما حدث ما حدث وأثير ما أثير في تقديري كان في غمرة الانفعال أو رد الفعل الذي حدث بعد سقوط أو استشهاد خمسين وهذا متفهم ينبغي الأطراف أن تتفهم ذلك ولكن التمادي في هذا الأمر التمادي في تأجيج هذا الاستقطاب هو السيء وينبغي أن لا يكون من أناسه موقع المسؤولية طرابلس هي عاصمة ليبيا وهي لكل الليبيين ولا يستطيع أحد يدعي أن طرابلس له بمفرده أو لوحده ولكن ينبغي أن يسود القانون ويسود النظام ولا أحد يخالف القانون لا في طرابلس ولا في طرابلس امتلاك سلاح والسير به في الشارع واستعماله ضد الناس سواء في طرابلس أو في غير طرابلس هذا أمر محرم ومنوع وقد أحالت الحكومة قانون للمؤتمر الوطني العام لاعتماده يحرم رفع السلاح واستعماله على غير المجاس لهم من الشرطة والجيش أو الشخص الذي لغروف أمنية يصرح له بترخيص لكن عفوا إخلاء الترابلس وغيرها من السلاح لا تحقق بالنواة الطيبة أو بدعوة الناس للتظاهر هل لديكم خطة لأن يتولى الجيش أو الشرطة هذه المهام هل تتوقع حدوث صدام بين الدولة ومؤساتها المسلحة وبين هؤلاء المسلحين نحن عشنا مسيرة الثورة ثلاث سنوات ولعلك أكثر ما تسمعه في الشارع أن الحكومة ضعيفة وأن الحكومة عاجزة وأن الحكومة غير قادرة وفي واقع الأمر الأمر ليس كذلك سهل أن تستعمل القوة وأن تواجه الناس لكن صعب أن توقف الحرب بعد أن تبدأ نحن لنا خطة شكلت لجان ولجان فرعية لاستلام المقرات والاستلام الأسلحة من الذين يسلمون أسلحتهم أخطر الجيش كي يتأهب لهذا الأمر والجيش سيضع خطة لهذا الأمر كذلك أجهزة الأمن نحن في هذه الثورة دائما كنا نواجه الأمر يوم بيوم ولحظة بلحظة أنت تخطط عندما تكون كافة المعطيات التي تساعدك على التخطيط موجودة بين يديك لكن نحن في هذه الثورة عشنا المفاجآت كل يوم الآن الخطة هي إخلاء طرابلس أولا من مظهر التسليح من مظهر التسليح حتى نفكك هذا الاحتقان ونحقق خطوة عملية للليبيين تعقي الدليل للجميع أن أمر إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة أمر واجب ونافذ وعملي وتحقق لا يستطيع أحد بعد ذلك عندما تخلى طرابلس من السلاح أن يتحجج ويقول أنا أريد أن أتمسك بسلاحي لا يوجد مبرر أنا أتحدث عن الجيش الليبي والسلطة ثاني نعم أقول لك هذه واحدة الجيش الليبي متابع لهذا الأمر وأختر وزير الدفاع ورئيس الأركان وهيئة العمليات بهذا الأمر والآن في جلسات مستمرة بفرق عمل يتأهبون لهذا الأمر والجيش هو الأداة التي ستنفذ هذه الخطة خاصة وأننا نحن الآن بصدد مش بصدد نحن على وشك استلام تزويدات لتسليح الجيش تصل إلى معسكرات الجيش وسيتم سعمالها أيضا على وشك تفعيل السلاح الجوي تفعيلا جيدا والسلاح الجوي قوة ضاربة تستطيع أن تحسم الأمر إذا وصل الأمر إلى 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 ما يخطر نائل المواجهة المواجهة ستكون إذا اقترضتها الأمر الجيش لم يعمل إلا لهذا الأمر نحن الأمر الذي ينبغي أن يكون واضح حولي أبنائنا ومواطنين وعدد منهم ساهموا في التورا وقاموا بها وعدد منهم خرجوا من السجون وعليهم أحكام وعدد منهم أنتهزوا الفرصة وحملوا السلاح واحتسبوا نفسهم من الثوار وهم ليسوا من الثوار فالتعامل مع هذه الفئات كلها سيكون له يعني معايير وشروط تقدر كل حالة بقدرها لكن لا حياد لا عودة لا رجعة عن تجريد ليبيا بالكامل من سلاح غير سلاح الجيش والشرطة هذه البداية والهدف هو أن تكون ليبيا دولة مدنية السلاح ليس موجود في الشارع لا أحد يستعمل السلاح إلا من هو مخول لاستعمالها عفوا أنا لا أريد الاستغراك في هذه النقطة فقط أريد الإشارة إلى هل لديكم خطط لبناء الكوات المسلحة الليبية هل هناك دول ستدعمكم في مسألة التدريب والتسليح ما هي هذه الدول ما هي الخطط للتسليح المستقبلي نحن الآن عندنا خطط الأمم المتحدة كانت معنا في هذا الأمر وعدت الورقة البيضاء لإعادة تنظيم الجيش الآن وزير الدفاع الجديد ورئاسة الأركان وبقية الأسلحة في طور تجديد الجيش أحيي العدد كبير من الضباط القدامى إلى التقاعد الآن هناك حملات تجنيد واسعة في الداخل وهناك حملات تدريب في الخارج الآن عندنا حوالي خمسة ألاف متدرب بين ضابط وضابط صف الخارج وسيخرجون خلال ثلاث أشهر القادمة ما بين أربع ألاف إلى خمسة ألاف متدرب إلى عدة بلدان هناك ما هي هذه بلدان؟ بلدان إيطاليا تركيا بريطانيا مصر السودان سيكون أيضا اتفاق مع الأردن في هذا الأمر أيضا بعض الضباط النوعيين ممكن يرسل إلى دولة الإمارات أو إلى قطر وزار وزير الدفاع المملكة العربية السعودية وعندنا يعني توجه للتعاون معهم بالذات في مجال حرس الحدود يعني إحنا متجهين لأن الأمر يقتضي مننا أن نسرع نسرع في تنظيم وتفعيل الجيش فلابد أن نسير في خطوط متوازية ومتعددة من أجل ذلك دولة الرئيس البعض تحدث عن أن خلف هذا الحراك الشعبي الآن المطالب بإبعاد المظاهر المسلحة من العاصمة الليبية عدد من أركان نظام الرئيس الليبي السابق وعمل قذافي يعني كيف تنظر إلى هذا الحراك هل هو من أبناء الثورة بشكل صرف هل هناك قوى سياسية تدعمه هل هناك قوى اجتماعية وأصحاب نفوذ السابق تدعمونه أنا في تقدير هؤلاء الذين يتحدثون هذا الأمر لا يقرؤون الأمور كراءة واقعية الذين تلظوا وأودوا بفعل الرصاص هم الليبيون اللي موجودين في ليبيا الناس العامة الشارع من خرج إلى الشارع الأطفال والنساء والشباب والكهول كل فئات الشعب الليبي التي تضررت من هذا الأمر خرجت للشارع بحماس وباندفاع وبقوة من أجل رفض التسلح وبالتالي هذا الكلام مردود على أصحابه اللي تحرك هو ضمير الشعب الليبي الشعب الليبي انتفض هذه الرسالة الواضحة لكن أحيان وأن أكد لك واحد عمل مع القذافي هذه السنوات كلها لا يمكنه أن يكون صاحب موقف أو صاحب مبدأ من الصعب لأن القذافي سلب الجميع من إرادة المبادرة وإرادة الفعل دولة الرئيس فيما يتعلق بأركان نظم الرئيس السابق معمر القذافي طلبت من نيجر بتسليم من لديها وهنا أيضا من نتحدث عن المطالبة بمحاكمات عادلة دون أي انتقامية للموجودين سواء سيف الإسلام أو المحمودين حقيقة أننا في ليبيا لا نريد أن نصرنا ضد الجذافي ونظرنا ضد الجذافي سنوات ولا نريد أن نعمل الأعمال التي مارسها الجذافي ضدنا تجاه آخرين عبدالله السنوسي موجود هنا في السجن سجن حسب المعايير الدولية كذلك البغدادي المحمودي كذلك سيف الإسلام كل العناصر الموجودة في سجن الآن تعامل معاملة كريمة معاملة إنسانية معاملة تليق بالإنسان كإنسان وهذا يعرف القاسي والداني الأمم المتحدة زارت السجناء الهلال الصليب الأحمر زارت السجناء كافة المنظمات الدولية التي طلبت زارتهم ولابد أن يقدموا العدالة ولابد أن تقول العدالة كلمتها فيها متى سنبدأ إجراءات محاكمة واضحة؟ لا الحكومة ولا المؤتمر لها سلطان في هذا الأمر الحكومة والمؤتمر يساعدون الجهاز القضائي في لوجستيا وأمنيا في أداء مهم النيجر النيجر دولة تربطنا بها علاقة خاصة وعلاقة وتيقة وطيدة جاء السعدي ذهب إلى هناك وهو موجود في النيجر الرئيس النيجري والحكومة النيجيرية بينهم حديث طويل في هذا الموضوع لم يسلم حتى الآن السعدي لكن موجود هناك ولن يتحرك أعطانا الرئيس تعهد أن السعدي إذا خرج من النيجر لن يخرج إلا إلى ليبيا أو يبقى في النيجر في تقديري حسب ما فهمت من بعض المسؤولين يجري أنه في حالة صحية سيئة أو يعني في وضعية نفسية سيئة هذا أمر طبعا تفاصيل لن أدخل فيها لكن نحن مطالبون بهذا الأمر وهذه أشياء تحكمها إجراءات قضائية دولية متفقة عليها لا نستطيع أن نتجاوزها لكن بإمكاننا الضغط والمحاولة ومعاوذة الطلب إلى أن يتحقق هذا الأمر نحن حريصين على حسن علاقتنا بالجوار أي أن كان هذا الجوار من أجل مصلحتنا ومن أجل مصلحتهم ونحن على تنسيق ممكن أحد الوزراء سيأتي خلال يومين القادمين إلى ليبيا وسيكون فيه قدر كبير من التنسيق بينه بين النيجر سواء في حماية الحدود أو في ترتيب عملية التنقل والتعاون لأن هذه دولة جارة ودولة هاجر إليها الليبيين في أهد الإيطاليين واحتوت عدد كبير منهم فينبغي أن تكون علاقتنا بها جيدة سواء في النيجر أو للتشاد وأنا حرصت من البداية على هذا الأمر والتقيت برئيس دريس ديبي في الأمم المتحدة مؤخرا وأكت له ذلك وحريصين على تطوير التعاون مع هذه الدول وعلى توثيق الرضا الشعبي تجره قاطرة واضحة قاطرة الاقتصاد ورفع أداء الخدمات الأساسية يعني في ظل ما يتردد بشأن خسارة ليبيا بشكل يوم لنحو 130 مليون دولار بسبب تعطل حقول النفط هل لديكم خطة للتعامل مع هذا الأمر وهل في ظل تراجع الخدمات في كثير من أرجاء ليبيا كيف ستعملون على حل هذه المشاكل سنحلها كما تعمل الدول في حل هذه المشاكل نحن أعطينا مدة طويلة للقبائل للحكماء للوسطاء كي يقوموا بدورهم حاولنا أن نصبر صبر طويل الأول مؤتمر الواطن العام شكل لجنة أو هي خلية الأزمة قامت خلية الأزمة بالسفر إلى طبرق اتصلت بعدة من القبائل في منطقة الهلال النفطي الآن للقبائل في المنطقة الأمر واضح الحكومة صبرت دارت يعني راعت لكن الأمر وصل إلى منتهاه الآن يكون معلوما للجميع أن الدولة ستمارس دورها متى وكيف سيحدد لكن لم يعد هناك مجال لتفهم شخص معين يكلف بحراسة النفط يخون الأمانة ويخدع الدولة ويخدع الليبيين جميعا ويستولى على مؤسسات الدولة هذا أمر غير مفهوم وغير مقبول وغير والشعب الليبي لن يقبل به تحدث إلنا كثير من الليبيين عن نقص الخدمات في كثير من المدن والقرى الأمر كان مرهوم بالسلاح اللي موجود في الخارج هذا هو العائق عاق عن التنمية عاق عن الخدمات عاق أنت شخص بسيارته يذهب لإصلاح شبكة الكهرباء في مكان ماء تأتي إليه مجموعة مسلحة تأخذ منها سيارته معداته وتقطع الأسلاك النحاسية حتى تباع عبر الحدود إلى موفيات الخردة موفيات الخردة وهذه هي الوضعية هذه التعطب النتيجة الوضعية الأمنية بعدما تنتهي الوضعية الأمنية وتنتهي أزمة النفط ليس عندنا مبرر في هذا ستعود الخدمات سيعود الناس لممارستها لأن الخدمات في معظمها ستكون خدمات خاصة من قبل الشركات الخاصة على ذكر الشركات الخاصة الأثمارات الأجنبية في ليبيا وهل هذا ربما سيؤثر على استقرالية القرار الليبي ربما تدفعكم رغباتكم في استقطاب استثمارات الأجنبية أن تفرطوا في قدر من استقرالية قراركم أبداً نحن ليبيا لسنا في حاجة لكي نقبل بعقود فيها شيء من الغرم أو فيها شيء من التنازل ليبيا بلد واعدة إذا استتبى الأمن فيها واستقرت إمكانيات الاستثمار فيها إمكانيات واعدة وإمكانيات مغرية وبالتالي نحن في موقف قوي هذا في تقديري على الأقل في تقديري أن الدولة ليست في حاجة لأن تتنازل أي تنازل لأي جيهة لكن من سندوكم في الثورة وحي كنتم ممثل المجلس الانتقالي في أوروبا وفرنسا ربما يريدون أن يحصدوا ثمار هذه المساندة وهذا الدعم لكن هذا لن يكون بغرم الشعب الليبي يعني يقدموا هذه المساندة وهذا الدعم هذه قوى ديمقراطية دول ديمقراطية تدعو للديمقراطية تدعو لحقوق الإنسان فإذا كان هذا الأمر حقيقة ينبغي أن يراعوا هذا الأمر عندنا نحن سنفتح التنافس بين الدول في عطاءات مفتوحة عطاءات كل يقدم فيها عرضة بما لديه من جودة ولديه من حسن نوعية وحسن خدمات وسرعة إنجاز كل هذه الشروط الموضوعية التي تراعى في العطاءات هي التي ستحكم هذا الأمر لا يكون هناك شروط تفضيلية ربما لدول مثل تركيا فرنسا قطر وهي الدول التي اشتهرت بأنها كانت داعمة للثورة الليبية إذا كانت الشروط التفضيلية لا تخل بالشروط الأساسية اللي هي شروط الجدوى في المشروعات قد تكون لكن إذا كانت تخل بشروط الجدوى أني أفضل دولة حتى تبني لمشروع لا يكون مناسب لما أطمح إليه هذا الأمر لن يكون بحل من الأحوال ألا تقلقون من هذا الوضع؟ نعم ألا تقلقون من هذا الوضع؟ لسنا في حاجة لأن نتناسل من قدم لنا خدمة بالأمس قدمها صحيح لنا كليبيين ولكن من باب أولى قدمها للسلم العالمي للسلم الإقليمي في البحر المتوسط لو تكلمنا على فرنسا على سبيل المثال قبل لا أتي إليه كن جالس مع السفير الفرنسي وتحدثنا في بعض المشاكل في حاجات أو في أشياء موجودة عند فرنسا نحن نحتاج له لكن في أشياء موجودة في أمريكا وليست موجودة في فرنسا في أشياء موجودة في إيطاليا أو خدمات عند الإيطاليين ربما تكون أفضل ماذا بشأن الشرق الروسي والصين الشرق الروسي والصين الباب مفتوح الصين في القطاع الخاص وقطاع الخدمات وقطاع التزويدات السوق مفتوح على مصر عيها المنتج الصيني هذا منتج فارض نفسه على الجميع حتى على أمريكا وعلى بريطانيا وعلى ألمانيا بالنسبة للروس أيضا نحن نسعى لإعادة وتطوير العلاقة معهم ونسعى لأن تعود العلاقة إلى مستوى أفضل وتم الحديث بين السيد وزير الخارجية ووزير الخارجية الروسي وكذلك البندوب الدائم في الأمم المتحدة من أجل إعادة السفارة ونرتب للسفارة حراسة جيدة وتعود لعلاقة يعني المسألة نحن الآن علاقتنا ستكون علاقة متوازنة تستفيد من كل ما هو ممكن في العالم وتستفيد من كل العلاقة سنعيد علاقتنا مع جنوب أفريقيا كما كانت ذهبت مننا وفود البرازيل الهند أيضا من الدول التي نستهدف علاقة جيدة معها كذلك الصين تركيا تربطنا بها علاقة جيدة مستمرة ومتطورة مصر العزيزة أيضا نأمل أن تتهيأ الأوضاع فيها وتعود الأمور إلى سابق عهدها عندما تستتب الأوضاع وتكون الأمور على معتادها إن شاء الله على ذكر مصر أنتم بين ثورتين في تونس الثورة ما زالت ترتدي زيا إسلاميا وفي مصر خلعت مصر زيها الإسلامية وعالت مرة أخرى ربما إلى ما يمكن وصفه بها حركة مدنية علاقتكم بالبلدين مصر علاقتنا بها تابتة مستمرة متصلة أنا ذهبت لمصر والتقيت بسيد الرئيس الجمهورية وسيد وزير رئيس الوزراء وسيد وزير الدفاع وتحدثت لهم أن نحن سيلتنا بمصر سيلة تابتة لا تتزعزع سيلتنا بتونس أيضا سواء في عهد للرئيس الحبيب بورقيبا أو عهد الرئيس العابدين أو ديما علاقة تابتة لأن هذه علاقة شوار وعلاقة عميقة عمق التاريخ لا يستطيع أحد أن يغيرها أو يبدلها تونس والقذافي لم ينتهي فتحت للليبيين وأصبح فيها قرابة مليون ليبي على مدى أشهر فتحت البيوت والأماكن وأصبح معسكرات اللاجئين والمستشفيات وقامت بدور مهم وكذلك الحال بالنسبة لمصر وبالتالي نحن العلاقة مسألة ليست محل جدال